موسيقى وقع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا اتفاقية تعاون مع اتحادي العمال في بيلاروس وإيران وذلك خلال زيارة وفد النقابي من الاتحاد إلى البلدين وتنص الاتفاقية مع الاتحاد العام لنقابات العمال في بيلاروس على تبادل الخبرات النقابية وخاصة في مسائل تغير المناخ والاتجاه العالمي لتقليص الاعتماد على الوقود الاحفوري وضرورة التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية مع نهاية شهر أيلول ليصل إلى أعلى مستوى له منذ انطلاق السوق حيث بلغت قيمة المؤشر أكثر من 56 ألف نقطة بالمقابل انخفضت قيم وأحجام التداول خلال شهر أيلول بالمقارنة مع شهر آبا الماضي وذلك بنسبة قدرها 34% لكل من حجم التداول و30% لقيم التداول ويعود ذلك إلى رغبة معظم المستثمرين في الاحتفاظ بأسهمهم وعدم بيعها بانتظار توزيعات الأسهم المجانية التي تمت خلال هذا الشهر لعدد كبير من الشركات أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 وسط توقعات أن يبلغ العجز 1.9% في حين تشير التوقعات إلى نمو بنسبة 4.4% وذكر وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإرادات لعام 2024 حوالي مليار ومئة واثنين وسبعين مليون ريال وصولا إلى حوالي مليار ومئتين وتسعة وخمسين مليون ريال في عام 2026 فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات مليار ومئتين وواحد وخمسين مليون ريال في العام 2024 أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون للتمويل مدته 45 يوما تجنبا لإغلاق الحكومة الفيدرالية هذا وتترك المقاربة الجديدة وراءها المساعدات لأوكرانيا وهي أولوية للبيت الأبيض يعارضها عدد متزايد من المشروعين من الحزب الجمهورية لكن الخطة ستزيد المساعدات الفيدرالية في حالات الكوارث بمقدار 16 مليار دولار مما يلبي مطلب الرئيس جو بايدن كاملا قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي أن الدول الغربية لن تكف عن محاولتها فرض سقف لسعر النفط الروسي على الرغم من فشل مثل هذه الجهود مضيفا أن الولايات المتحدة ما تزال تعتقد أن سقف الأسعار هو أداة مفيدة وقابلة للتطبيق وإذا لزم الأمر سيتم اتخاذ تدابير لتعديله اشتركوا في القناة